في السودان بما يخص صلاة الجمعة والجماعات حصلت عدة أحداث أولها كان البدء في قضية استصدار فتوى لإيقاف الجمع والجماعات ومجمع الفقه الذي عين مؤخرا أصدر فتوى واضحة بأنه لا يتم وقف الجمع والجماعات إلا إذا توقفت الأسواق أو قيود معينة أولا لا أعرف عندكم تعقيب على فتوى مجمع الفقه لا هي الفتوى جزاهم الله خير فتوى صحيحة وما قالوا أولا لا بد أن يثبت أنه ثمة وباء عاما قد نزل في البلد أنه في وباء فهذه واحدة ثم ثانيا لا بد أن توقف غيرها من التجمعات ولذلك الناس الآن يسخرون يقولون كورونا هذا لا يأتي في صفوف الخبز ولا في صفوف البنزين ولا في صفوف الجازولين لكنه فقط يدخل المساجد يبدو أنه عابد والمظاهرات التي تخرج ضد الحكومة نعم كلها ما منعها فلماذا فقط يلجأ إلى منع الجمعة والجماعة ففتوى المجمع الآن ما تحققت شروطها من أجل أن يفرض هذا القرار نعم لذلك يحمد بأن هذا القرار الوالي جزاه الله خيرا يعني قد أجل تنفيذه ووجد ذلك ارتياحا لدى عامة الناس لعلى نأتي إلى قضية الوالي حتى نأخذ الأحداث بالترثيل ليفهم الناس يعني بعد ذلك قام وزير الأوقاف بأن يخرج قرارا من عنده بدون الرجوع إلى فتوى المجمع بأنه ابتداء من بعد يوم السبت يعني القادم توقف الجماعات والجمع حفاظا على الصحة العامة هل عندكم من تعقيب على قرار؟ طبعا هذا قرار معيب لأن مجمع الفقه الآن تابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهذا وزير الشؤون الدينية والأوقاف هو الذي عين أعضاء المجمع سبحان الله كيف يتعطى له وهو الجهة الاستشارية يعني هم العلماء الذين يفتون في المسألة الذين نيط بهم أمر الفتوى هو ليس من أهل الفتوى لكنه صاحب القرار يعني ما دعم القرار لكي يكون بناء على فتوى شبعي يعني على قول الخبراء في أي شيء يعني مثلا الآن الرئيس المجلس السيادي ما يفتي في الأمر الطبي وإنما ينتظر كلام الأطباء وقل مثل ذلك في سائر الشؤون فهنا هؤلاء هم خبراء الشأن قالوا بأن المنع من الجمعة والجماعة يسوق بقيد كذا وكذا وكذا فتوى فصلت في ذلك هذا كله يضرب به عرض الحائط ثم بعد ذلك بالأجل أنه يقال قرر فلان لا يبالي بأي شيء قرر ولو كان في ذلك إبطال لأظهر شعائر الإسلام فهذا من الخطأ البين الوالي الفريق عبدون يعني هو امتنع عن تنفيذ هذا القرار وقال بأن هذا الأمر يعني سيخضع للنظر بعد تجربة حضر التجواء خاصة أنه سيكون هناك قريب ست ساعات للناس لكي يتسوقوا وبالتالي سيقدرون المسألة لم تمر 24 ساعة على قرار الوالي وتمت إقالة الوالي من قبل رئيسي الوزراء هو طبعا الوالي جزاه الله وخيرا يستند في ذلك على القانون المنظم للسلطات والاختصاصات لأن قرار وزير الشؤون الدينية بمنع الصلاة بمنع الجمعة والجماعة في ولاية الخرطون هذا شأن الولائي شأن الولائي سلطة الوالي فوق سلطة الوزير الاتحادي ولذلك أبطل هذا القرار وقال بأنه يخضع للمراقبة بعد ذلك إذا احتيج إليه فإنه يصدر من الوالي ما يصدر من الوزير بعد ذلك قضية الإقالة أو كذا أنا لست متأكدا منها كأني قرأت في صفحة الولاية بالنفي لكن خرجت أنباء بهذا الخصوص في المجمل يعني يحمد للوالي قراره جزاه الله وخير يعني هو الوالي أقرب إلى العمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامي من الوزير نعم